اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة رح نشرح موضوع مهم يتم السؤال عليه كثيرا من قبل مستخدمي برنامج وورد هذا الموضوع له هو كيفية تنسيق ابيات الشعر بحيث تبدأ وتنتهي بنفس المسافة او تكون بمسافة مضبوطة من اليمين واليسار بطريقة الصدر والعجز طبعا افضل طريقة لعمل ابيات الشعر نذهب الى ادراج وطبعا من جدول نذهب الى ادراج جدول من ثلاثة اعمدة وطبعا صف واحد رح نجي نكبر شوية الصف بهذه الطريقة وطبعا رح نقلص العمود اللي بالاسفل اللي هو رح يكون المساحة الفارغة بين السطر والعجز جيد الان رح نكتب هنا مثلا مقولة مثلا رح اكتب يبكي ويضحك دون حزن وفرحة ضروري انه نعمل بعض التنسيقات قبل ما نكمل يعني البيت فرح اجي احدد هذا الجدول اللي هو الصف الاول ومن الصفحة الرئيسية رح اجي اعمل هنا ضبط من هذا الخيار رح اعمل ضبط جيد فيجي اضغط shift وenter رح يعمل لنا ضبط رح اكمل هنا العمود الثاني رح اكتب كعاشق خطة سطرا بالهوى ومحا ايضا اضغط shift وenter حتى يتم عاملة الضبط الاحظ هنا اعدي مسافات بالاسفل كيف احل هذه المسافات رح احدد الجدول واضغط هنا اكليك ايمن وطبعا اختار خصائص الجدول طبعا اجي هنا على صف بهذا الخيار اجي على صف طبعا ممكن يصر عدي هذا الخلل لانه تظهر عدي هذا الصفحة بدل هذه الصفحة لان ممكن احدد صف وليس الجدول كلها عفوا اضغط هنا اكليك ايمن وخصائص الجدول رح ينقني قبل الى صف رح اجي احدد هذا تحديد الارتفاع احددها اذا لقيتها انا مخفية رح احددها ورح اخلي الارتفاع واحد هنا اعدي على الاقل ضروري انه اغيره الى تام ضروري انه اغيره الى تام ومن ثم موافق جيد الان رح اجي احدد هذا الجدول وطبعا رح اروح الى الصفحة الرئيسية واجي الى هذا الخيار واختار هنا بلا حدود جيد وبلفس الطريقة رح اكمل البيت الشعر من خلال اضغط على مفتاح تاب واكتب البيت الثاني مثلا اللي هو رح يكون من بسمة او افوا من بسمة النجم طبعا عذرا يعني لعدم اتقاني للغة العربية بشكل فصيح تام من بسمة النجم همس او همسو في قصائده طبعا ايضا نضغط shift to enter وطبعا نكمل البيت هو الجزء الاخر ومن محاسنه الضبي الذي سنح ايضا shift to enter وبنفس الطريقة اكمل بقية الابيات طيب اذا لاحظ انه هنا اعدي فراغات بين الاسطر او بين الكلمات عفوا طبعا بامكان انه احدد جدول كله بشكل عام وطبعا من ضبط اختار كشيدة صغيرة وحلاحظ انه رح يتم ضبط بيت الشعر بشكل احترافي جدا ويتم وضع كشائد الى الكلمات طبعا هذه احدى الطرائق واشهرها استخداما في تنسيق ابيات الشعر نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة